أيها الإخوة لماذا الدعاء عبادة؟ لأن الإنسان بفطرته لا يدعو جهة لا يؤمن بوجودها لا أحد يدخل إلى بيت فارغ ويخاطب جهة ليست موجودة يتهم بعقبه أنت لا تدعو جهة لا تؤمن بوجودها وأنت لا تدعو جهة لا تسمعك وأنت لا تدعو جهة ليست قادرة على تحقيق ما تطلب بي وأنت لا تدعو جهة تسمعك وقادرة ولكنها لا تريد أن ترحمك لا تدعو أعداء لمجرد أن تدعو الله عز وجل حكما أنت مؤمن بوجوده ومؤمن بأنه يسمعك ومؤمن بأنه قادر على أن يلبيك ومؤمن بأنه يحب أن يلبيك خلقك ليرحمك لذلك يقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم يعني علامة المؤمن أنه يدعو الله عز وجل لكن هناك تمهيد لا بد منه أراد الله عز وجل جزوعاً منوعاً ضعيفاً لأنه لو خلقه قوياً لاستغنى بقوته عن الله عز وجل فشقي باستغنائه خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره يعني خلقنا ضعفاء وساق لنا بعض المصائب كي نتعرف إليه ونتصل به ونسعد بقربه ونذوق طعم القرب منه هذه النقطة دقيقة جداً علة الدعاء أن تتصل به هناك نخبة من البشر يتصلون بالله عز وجل من دون مشكلة من دون مصيدة من دون ابتلا هؤلاء الأنبياء والمرسلون وكبار العلماء الصديقون الصحابة الكرام لكن عامة المؤمنين يحتاجون إلى بواعث إلى دوافع إلى محفزات أحياناً يضعف الإنسان أمام مشكلة ليس له إلا الله يدعو الله عز وجل فيستجيب له فتزداد عقيدته بالله يدعو الله فيستجيب له ويذوق طعم القرب منه فيلزم هذا الباب كم من مشكلة سببت قرباً من الله كم من مشكلة سببت عودة إليه كم من مشكلة سببت قرباً منه كم من مشكلة سببت أن الإنسان بعد أن يعرف الله يزهد فيما سواه يعني أحياناً قصة يرويها بعض العلماء رمزية أن شاباً أحب فتاة وخطبها اشترط عليه والدها وهو له عمل في الدعوة أن يلزم دروسه فلما لزم دروسه زاق طعم القرب وشعر بسعادة الإيمان يا مشكلة تأتي خلاصك فيها ساق الله لك مشكلة وأنت ضعيف أنت في الأساس ضعيف وخلق الإنسان ضعيفاً هذا الضعف في أصل خلقه لمصلحته لأن تجأ إلى ربه فحينما تصيب الإنسان مشكلة ويرى الأبواب كلها مغلقة لكن باب السماء مفتوح يتوجه إلى الله لذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر القصد من الدعاء الحقيقي أن تتصل بالله وأن تذوق طعم القرب منه وأن ترى ألوهيته الأمر كله بيده أجمل كلمة قرأتها عن الدعاء أنه يقوي العقيدة أنت ضعيف والأمور صعبة جدا وفي مشكلة كبيرة جدا لا تحل قمت في الليل وركعت ركعتين وتوجهت إلى الله عز وجل وقلت يا رب ليس لي سواك في اليوم التالي في تبدل جزري الذي كان مصرا على منعك تساهل معك ما الذي حصل تشعر أن الله بيده كل شيء بيده من هم دونك من هم فوقك بيده الأقوياء بيده الجبابرة يعني سيدنا موسى لما لم يقتله فرعون لما هابه وأجر معه مناظرة وجاء بالسحرة الأمر بيد الله عز وجل قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين يا رسول الله لقد رأونا في الغار قال له يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله سالسهما يعني أنا الذي أراه وأرجو أن أكون على صواب أن الهدف من الدعاء أن تتصل بالله المشكلة التي ساقها الله إليك باعث سبب وسيلة أما الهدف أن تقترب منه أن تدعوه إن دعوته أجابك إن استغفرته غفر لك إن توبت إليه قبلك إن تضاءلت أمامه رفعك لذلك أيها الإخوة الإنسان خلق ضعيفا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي في استغنائه خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره ولم يخلق قويا لألا يستغني عن الله بقوته فيشقى باستغنائه وخلق الإنسان ضعيفا لذلك الباعث الديني من ضعف الإنسان حتى الذين آمنوا بآلهة ما أنزل الله بها من سلطان الآلهة الذين اخترعهم الناس هم يلبون حاجة عندهم حاجة الضعف عندهم الإنسان ضعيف بخاف من مرض عضال بخاف من فقر بخاف من مشكلة في بيته بخاف من علاقة سيئة مع زوجته بخاف من علاقة سيئة في عمله وخلق الإنسان ضعيفا هو ضعيف ليقوى بالله فقير ليغتني بالله جاهل ليستنير بنور الله هذه علة الدعاء أن تتصل به يعني بربك بالمثل الواضح أب عنده ابن وجاء فصل الشتاء والبرد شديد وهذا الابن ليس عنده معطف يقيه البرد يعني هل هناك أب حكيم عاقل رحيم قوي غني لا يعطي ابنه هذا المعطف إلا إذا سأله لا كمال الأب يقتضي أن يعطيه المعطف سأله أم لم يسأله ولكن حينما يؤخر شراء المعطف يأتي الابن ويسأل أباه هذا المعطف يقول له حبا وكراما يا ابني أنت ابني أنت غال علي نشأ علاقة العطاء عطاء والمنع منع أدق من ذلك يعني الله عز وجل يتصرف بحكمته وبرحمته وبعدله والدعاء لا يقدم ولا يؤخر ولكن الدعاء تذوق به طعم القرب الدعاء تذوق به طعم القرب يعني أيام يكون في خطة إلهية مهما دعونا لا يستجاب لنا لا لأنه لا يحبنا ولكن تماما كإنسان مفتوح بطنه بعمل جراحي والعملية طويلة تحتاج إلى عشرة ساعات والمرض خطير والطبيب ماهر ومحسن ومتفوق فجاء أولاده هذا الأب المريض الملقى على سرير العمليات يرجون الطبيب أن ينهي الأمر لا بد من أن تأخذ العملية أمدها يعني ندعو الله كثيرا فإن لم يستجب فنحن في عناية مشددة نحن في عمل جراحي صعب جدا إلى أن تنتهي العملية فلا تيأسوا ولا تقنطوا من روح الله وتفائلوا وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن لكن الله عز وجل يقول أدعوا ربكم تضر عنه العبد عبد والرب رب شأن العبد الافتقار وشأن الواحد القهار القوة والكرم لذلك هذا المتألة المستكبر هذا حجب عن الله رب معصية أورست ذلا وانكسارا خير من طاعة أورست عزا واستكبارا معصية إبليس استكباره ومعصية آدم ضعفه فنسي ولم نجد له عزمة أما إبليس قال أنا خير منه ما كنت لأسجد له خلقتني من نار وخلقته من طين فرق كبير بين معصية الاستكبار وبين معصية الضعف لذلك أيها الإخوة الدعاء يقبل إذا أظهرت ضعفك أمام الله في علاقة دقيقة جدا كلما أظهرت ضعفك أمام الله كلما أظهرت افتقارك إليه كلما رفعك ما من مخلوق فيما أعلم على وجه الأرض أكثر افتقارا إلى الله من رسول الله وما من مخلوق رفع الله ذكره وأعزه في الدنيا والآخرة كرسول الله علاقة عكسية كلما ازددت خضوعا لله كلما مرغت جبهتك في أعتاب الله كلما قلت يا رب أنا عبد ضعيف يعني اسمحوا لي أن أقول لكم هذا النص نور الدين الشهيد الذي واجه المقول مر سجد قبل معركة قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا رب كلما ازددت افتقارا إليه كلما غمرك بالعطاء كلما رفع ذكرك كلما أعزك كلما ألقى عليك الهيبة وكلما قلت أنا وأنا فخرج على قومه بزينته قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض جرب قل أنا يتخلى الله عنك كل الله يتولاك الصحابة الكرام وهم نخبة الخلق في بدر وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام افتقروا إلى الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مفتقرون ضعفاء في حنين أقوى قوة في الجزيرة فتحت مكة ودانت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها بعد حنين قالوا في أنفسهم وهم الصحابة الكرام لن نغلب من قلة قال تعالى وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ يعني درس بليغ درس حنين ودرس بدر ببدر قالوا الله فتولاهم الله بحنين قالوا نحن كثر فتخلى الله عنه جرّب بعملك بزواجك ادخل إلى البيت قول بسم الله الرحمن الرحيم اخرج من البيت قل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أن أجهل أو يجهل عليه الله بتولاك يسدد خطاك يمطقك بالصواب يلهمك الحكمة يلقي عليك هيبة يهابك الناس قل أنا متفوق عندي خبرات متراكمة الناس كلهم يحبونني ترى استخفافا من الناس وتخليا من الناس يسعقك لأنك قلت أنا أيها الإخوة لذلك الدعاء يحتاج إلى خضوع إلى تضرع إلى افتقار أنت حينما تفتقر للواحد الديان يرفعك في أعلى عليين يمنحك الحكمة يمنحك الهيبة يمنحك الوقار يمنحك القوة يمنحك العلم يمنحك النجاح التفوق اخضع تذلل وما لسوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع وما لسوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع لا تعتمد على أحد اعتمد على الله لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله لذلك أدعو ربكم تضرعا يعني أظهر ضعفك أظهر افتقارك إليه تذلل بين يديه مرغ جبهتك في أعتابك قل يا رب أنا جاهل علمني أنا ضعيف قويني أنا فقير أغنيني يا رب أنا لست حكيما ألهمني الحكمة يعني سيدنا يوسف نبي عظيم قمة في مجتمعهم قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليه وأك من الجاهلين حتى استقامته وعفته ما نسبها إليه إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليه وأك من الجاهلين شأن العبد الخضوع وشأن الله العطاء بقدر ما تخضع يرفع شأنك ألم تقرأ قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وهذه الآية تنسحب على كل المؤمنين بقدر استقامتك وطاعتك وإخلاصك يرفع الله لك شأنك يلقي محبتك في قلوب الخلق إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وإذا أبغض الله عبدا ألقى بغضه في قلوب الخلق لا أحد يحبه إذا أحب الله عبدا كتب له القبول عند الخلق لذلك أدعوا ربكم تضرعا أظهر ضعفك أظهر تذل لك مرغ جبينك في أعتابه أيها الإخوة لكن أدعوا ربكم تضرعا وخفيا رفع الصوت بالدعاء التفاصح بالدعاء الكلمات المنمقة بالدعاء الدعاء الطويل ساعة أحيانا حدثني أحد العلماء كان في حفل بدأ المتكلم بالدعاء خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة آم نام فقال لأين وصل هذا عدوان رفع الصوت عدوان والإطالة عدوان عدوان في الدعاء أيها الإخوة يجب أن تتأكد أنك إن دعوته أو لم تدعه لا يفعل معك إلا الأصلح فإذا كان الأصلح لك أن يستجيب لك استجاب لك وإذا كان الأصلح لك أن لا يستجيب لا يستجيب لكن حقك في الدعاء محفوظ دقيق إذا كان الأصلح لك وهو الحكيم الخبير أن يستجيب لك استجاب لك إذا كان الأصلح لك أن لا يستجيب لا يستجيب لك ولك أجر الدعاء ويقرب لكن مضمون الدعاء لا يتحقق لذلك الله عز وجل لا يفعل إلا الأصلح لك دعوته أو لم تدعه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو جر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لأن الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني واحد طموحه أن يكون زادخل غير محدود فالله عز وجل شاءت حكمته أن يكون ذا دخل محدود يوم القيامة حينما يكشف الله لك عن الذي ساقه إليك عن الظروف التي وضعك فيها لماذا أنت من فلان ومن فلانا لماذا جئت في هذا العصر ولم تكن في عصر الصحابة لما كنت من ريف أو من مدينة لما كنت وسيما أو لست وسيما لما كنت حد الذكاء أو أقل من ذلك حينما يكشف الله لك ما ساقه لك في الدنيا يجب أن تذوبك الشمعة شكرا لله على ما ساق لك لذلك مشكلة البشر مع خالقهم يوم القيامة في كلمة واحدة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة أدعوا ربكم تضروا عنه تزلل وخفية يا رب لا نسألك رد القضاء نتحمل ولكن نسألك اللطف به هذا التطاول على الله عز وجل هذا الدعاء مرفوض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اصرف عني هذا البلاء كله أنت الكريم يا رب أدعوا ربكم تضروا عنه وخفية صوت منخفض إذ نادى ربه نداء خفية كنت في بلد إسلامي ودخلت إلى أضخم مسجد في إفريقيا يعني يقترب من الحرم النبوي الذي أشاد هذا المسجد استقبلني وقال لي كنت في سجن الفرنسيين وقت الاستعمار ورأيت التعذيب بعيني أقسم لي بالله قال لي لم أحرك شفتاي لكنني أضمرت إذا أنجاني الله من هذا البلاء سأبني له أضخم مسجد إذ نادى ربه نداء خفية أنت لا تحتاج إلى صوت مرتفع أيام تلاقي الدعاء به تز المنبر أدعه همساً أدعه سراً لا تحرق شفتيك إذ نادى ربه نداء خفية أيام تكون بظرف ما فيك تحكي ولا كلمة بألبك يا رب بجي يا رب ليس لي إلا أنت لما الحجاج جاء بالحسن البصري ليقطع رأسه لما دخل رأى السياف وقف واضح وضوح الشمس جاء ليقتل حرك شفتيه لم يفهم أحد ما قال فإذا بالحجاج يقف له جاء ليقتله يقف له يقول أهلاً بأبي سعيد أنت سيد العلماء وما زال يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريله واستفتاه وأكرمه وعطره وضيفه وشيعه إلى باب القصر السياف صعق لماذا جاء بي؟ جاء بي لأقتله الحاجب صعق تبعه الحاجب قال يا أبا سعيد ماذا قلت لربك؟ قال قلت له يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم ما تحتاج إلى صوت مرتفع ولا إلى فصاحة ولا إلى سجع وإلى كلمات رمانة إخوة كسر ما الدعاء المرغوب أدعوه باللغة العامية يا رب دخيلك ما لي غيرك بأبلا منها بده قلبك بده التفاتك بده تضرعك بده تذللك بده قربك لذلك أيها الإخوة أدعو ربكم تضرعاً وخفياً بلا صوت مرتفع بلا فصاحة زايدة المتنطعون المتفيقهون الذين يدعون دعاء بصوت عالي جداً بتنسيق بسجع هذا مصنوع ما في حرارة الدعاء والإخلاص أيها الإخوة حظك من الدعاء دقيق حظك من الدعاء ليس الإجابة ولكن الاتصال الإجابة محققة أو غير محققة إن كان تحقيقها لصالحك فهي محققة وإن لم يكن تحقيقها لصالحك فهي ليست محققة هي محققة من دون دعاء ولا تحقق مع الدعاء الدعاء وسيلة للاتصال بالله عز وجل ولأن تذوق طعم القرب منه وحلاوة المناجاة له لكن الذي يفعله الله هو الأصلح لك أعجبك أم لم يعجبك وسوف يعجبك لكن أدعوا ربكم تضرعاً وخفياً إنه لا يحب المعتدين هذه الآية تحمل على معنيين لا يحب المعتدين في الدعاء بالإطالة ورفع الصوت ولكنه أيضاً لا يحب المعتدين على إخوانهم وعلى المؤمنين أي إنسان يعتدي لا يلهم الدعاء في حجاب عن الله عدوانه يبعده عن الله عز وجل يعني المعتدي لا يستطيع أن يدعو الله في حجاب كبير أخواننا الكرام أحياناً الدعاء في عدوان بالإطالة أو برفع الصوت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا طلب الهداية طلب الإيمان طلب عمل صالح طلب أن يجعلك الله عالماً أن يجعلك داعية طلب زوجة صالحة يا ربي جميلة طلبها صالحة لذلك هناك عدوان في مضمون الدعاء طبعاً الأنبياء قماً في الكمال لكن ليعلمنا الله من بعض الآيات ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أيام يا ربي تنتقم منه أيام الله ينصر دينه بالقوي من دون أن يشعر صدقوا أيها الأخوة ولا أبالغ ما من قوي على وجه الأرض طاغية من آدم إلى يوم القيامة إلا ويوظفه الله لخدمة المؤمنين لكن خدمة سلبية ليست إيجابية بخدمة أهل الإيمان من دون أن يشعر ومن دون أن يريد ومن دون أجر ولا سواد هذا ألدور دوره أن يشد الناس إلى الله شدته وغلظته وطغيانه وطغيانه وجبروته يرجع الناس إلى باب الله لذلك مرة سؤل تيمر لنك من أنت؟ والله أجاب إيجابة رائعة قال أنا غضب الرب إنسان يغضب يكسر يرفع صوته يخبط الباب إذا الواحد الديان غضب يرسل طاغية إن أحسنت لم يقبل إن أسأت لم يغفر إن رأى خيراً كتمه إن رأى شراً أذاعى ما في إنسان يطغى إلا ويسوق الناس إلى باب الله تجد البلاد الغنية جداً مستغنية عن الله في بلاد فيها مشكلات كثيرة تجد المساجد منتلئة الحجاب منتشر الشباب في المساجد هل تعلم ما السبب؟ هناك شدة شديدة جداً هذا القوي لو يعلم أنه موظف عند الله لخدمة المؤمنين لا يصدق وبلا أجر وبلا سواب وبوزر وعقاب إن فرعون على في الأرض هذه الدليل على في الأرض لمجرد أنه قيل له سيأتي طفل من بني إسرائيل يقضي على ملكة قضية سهلة جداً أي طفل يجب أن يقتل والمولد التي لا تبلغ عن طفل زكر تقتل مكانه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين دقيق الآن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون أنت استلح مع الله فقط استلح مع الله يغير الله لك كل شيء الآية التي بعدها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها هل بإمكانك أن تلغي إشراق الشمس؟ لا بزوغ القمر؟ لا نظام الليل والنهار؟ لا خصائص المعادن؟ لا هذه لا تأتمر بأمرك لكنك مخير فيما كلفت بإمكانك أن تصدق أو أن تكذب أن تخلص أو أن تخون أن تحسن أو أن تسيء أن تنصف أو أن تجحد بإمكانك فلذلك أيها الإخوة مدام هذا بإمكانك إياك أن تفسد في منهج الله تزوجت زوجة إياك أن تسمح لها أن تبرز مفاتنها في الطريق أنت أفسدتها لما سمحت لها أن تخرج هكذا انتبهت إلى مفاتنها فأصبحت تظهرها لا لك بل لمن لا يستحقها بل للأجنبي بل للذئاب أنت أفسدتها ربيت أولاداً ربهم على طاعة الله لا على منهج استوردناه من الغرب ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه الآن موضوع ثاني أول آية تضرعاً وخفياً هنا خوفاً وطمعاً أدعوه خوفاً وطمعاً خوفاً من صفات جبروته ومن صفات جلاله إن بطش ربك لشديد منتقم ينتقم من العصاد وطمعاً أدعو ربك أن تنجو من صفات جبروته من صفات جلاله من صفات قدرته واطمع في صفات غفرانه ورحمته خوفاً من صفات جلاله وطمعاً بصفات كماله خوفاً من جبروته وطمعاً برحمته أدعو ربكم تضرعاً وخفياً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً قال إن رحمة الله محط الشاهد هنا رحمة الله قريب من المحسنين ما عند الله لا تناله بالدعاء بل بالعمل بالإحسان أحسن إحسانك يقربك من رحمة الله قريب صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل يعني مقتول يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين مقتربة أو مقربة من المحسنين إحسانك يقربك منها وهي مقتربة بإحسانك كلام دقيق هي اسم مفعول إن رحمة الله مقتربة منك من إحسانك إحسان مقرب الإحسان اسم فاعل اسم المفعول رحمة الله رحمة الله عطاءه رحمة الله صحة الصحة من رحمة الله زوجة صالحة من رحمة الله سمعة طيبة من رحمة الله أولاد أبرار من رحمة الله رزق وفير من رحمة الله عمر مديد في طاعة الله من رحمة الله سكين من رحمة الله حكم من رحمة الله أمن من رحمة الله سعادة من رحمة الله يعني عطاء الله في الدنيا والآخرة المادي والمعنوي مجموع بكلمة رحمة الله إن رحمة الله توفيقه تأييده حفظه نصره ألقى في قلبك السكينة ألقى في قلبك الأمن ألقى في قلبك السعادة ألقى عليك الهيبة خافك من حولك كلها من رحمة الله لك سمعة عطرة لسانك على كل فم ذكرك على كل لسان هي رحمة الله هي قريب يعني مقتربة بمعنى فعيل يعني قريب على وزن فعيل كأن تقول جريح أي مجروح مقتربة من أي شيء من المحسنين أحسن أحسن إلى زوجتك إلى أولادك إلى زبائنك إلى مرضاك إلى موكليك أيها المحامي إلى صاحب البناء أيها المهندس راقب الصب لا تهبن واجبك بائع أعطي الناس بضاعة تقبلها أنت أكلها أنت إياك أن تسيء للناس إحسانك يحقق أهدافك من الدعاء يعني الدعاء حظك منه القرب من الله أما مضمون الدعاء لا يكون بالدعاء بل يكون بإحسانك للخلق إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة تقول رجل صبور وامرأة صبور رجل معطار يستخدم العطرة كثيرا وامرأة معطار رجل قتيل وامرأة قتيل إن رحمة الله قريب قريب للذكر والأنسة فاللغة هكذا أما إذا لم تقل امرأة بتقول قتيلة إذا فيه كلمة امرأة لا تذكر ولا تؤنس امرأة هي المؤنس امرأة قتيل الآن بيقولوا النائب فلانه مثلا القاضي فلانه إن رحمة الله قريب هذه قضية لغوية من المحسنين المحسن إحسانه يقربه من الله والحمد لله رب العالمين